طبعا السنة دي كانت معروفة بالزكاة الاصطناعية واللي بقى مغرق كل حاجة حوالينا تقريبا ومايكروسوفت كانت اعلنت عن مفهوم جديد لللابتوبات واللي هتبقى حرفيا عبارة عن اجهزة زكاة الاصطناعية واللي هتبقى باسم كوبايلوت بلاس بي سي ودي اجهزة كل حاجة فيها تقريبا شغالة بالزكاة الاصطناعية انا مهاب سمير ودي مراجعة واحد من اقوى وافضل اجهزة الكوبايلوت بلاس الزينبوك اس فورتين 2014 وخلونا نبدأ الاول بالتصميم وده على فكرة من اقوى الحاجات اللي بتميز الزينبوك اس فورتين وده لاني زي ما انتم شايفين كده سمك الجهاز هنا رفيع جدا بشكل مش طبيعي ده يا جماعة لابتوب بسمك واحد سنتيمتر تقريبا لو كمان الجهاز خفيف جدا هو تقريبا اقل من كيلو وربا وده طبعا هيبقى مثالي في الصفر والتنقلات الكتير يعني انت ببساطة هتحس انك حطت كتاب صغير في شنطتك وانت مسافر وطبعا مش محتاج كلم عن جمال التصميم والخطوط اللي في الظهر اللي بتميز السلسلة دي وده مع الالوان والملمس مديها الجهاز طابع بريميوم جدا صعب بتلاقيه في اي جهاز تاني وبالنسبة بقى للمتانة فالجهاز ده معمول من مادة اسوس بتسميها سيرالامونيوم وده مادة كده بتجمع ما بين الالمونيوم والسيراميك وده علشان تدي متانة عالية جدا للجهاز بقى اقل وزن ممكن وبصراحة ملمس المادة دي زي ما قلت مخلي التصميم في حتة تانية خالص اما الشاشة فهي كالعادة قولد بمساحة 14 بوصة ودقة سيري كي ده غير كمان تكنية اسوس لومينا اللي بتخلي دقة الالوان خيالية وطبعا الشاشة بتدعم الهاير فريش ريت اللي بيوصل لحد 120 هرتز يعني من الاخر الشاشة هنا مقفلة العلامة الكاملة وهتديك احسن تجربة ممكنة سواء بقى في الالعاب او في الافلام او حتى شغل التصميم والاديتينج كمان الشاشة هنا فيها تقنية تقليل اللون الازرق بنسبة 70% عشان تحافظ على راحة العين لفترات طويلة لأ وكمان اسوس قدرت تاخد شهارة اعتماد رسمي بالكلام ده من تي و في الالمانية يعني هتشتري الجهاز وانت متطمن على كل حاجة حرفية لاحظت كمان هنا ان الكيبورد مريحة جدا في الاستخدام يعني مثلا مسافة الضغطة بتاعت كل زرار حوالي 0.23 ميلي وده على فكرة بيفرق جدا في سرعة وسلاسة الكتابة كمان فيه ضاقة بلون ازرق تحت الزراير وده علشان راحة العين لو هتستخدم اللابتوب في قوضة ضلمة ده طبعا غير منظر الجمالي الرهيب اللي شايفينه ده اما بالنسبة بقى للتوتش باد اول حاجة لاحظتها ان مساحتها كبريت جدا لعجال اللي فاتت وده طبعا علشان الجيتشيرز او الامقات الكتيرة اللي اسوس ضفتها في اللابتوب ده سوى بقى تحكم في الصوت او الاضاءة او حتى التنقل بين البرامج زي الموبايل بالزبط يعني حرفيا التوتش باد هنا لوحة تحكم كاملة في جهازك ونيجي بقى الاهم حاجة بتهمنا في حلقتنا النهاردة المعالج والمعالج هنا موجه ومخصص للمهام المكتبية التقيل وعشان كده معتمد على انتل كور ألترا سيفن بمعمارية لونر ليك الموجهة للزكاة الاصطناعية بتكنية التصنيع اس و سي فيما معناها بروسسور وفيه معالج رسومي مدمج والنوع ده من المعالجات عموما بيضملك أداء قوي وكفاءة كبيرة في استخدام الطاقة كمان الجهاز ده جاي بمنظومة تبريد محترمة وقوية جدا وده من خلال 2700 منفذ اتصمموا بالكامل بمكينات الخراطة الـ C&C ده غير انه بيجي مروحتين مع فيبر تشامبر او غرفة بخار وده بقى تكنية تبريد من اسوس هدفها انها هتزود مساحة تبديد الحرارة مقارنة بالانبيب الحرارية التقلودية واللي تعودنا عليها في أغلب الأجهزة ولما اختبرنا أداء التبريد لقينا ان درجة الحرارة معدتش 72 درجة في وقت اللاب وده طبعا مؤشرات ممتازة نظرا لان اللابتوب ده مش موجه بشكل اساسي للجيمي كمان صوت المراوح هنا كان هادي جدا ومش هيسبب لك أي إزعاج وعلشان تستمتع بأداء الجهاز لأطول فترة ممكنة اسوس استخدمت بطارية بساعة 72 واط وده بتخلي الجهاز يشتغل لمدة 27 ساعة متواصلة بشحنة واحدة ده غير انها بتدعم الشحن السريع لحد 65 واط كمان اللابتوب ده بيجي بمساحة تخزين واحد تيرابايت وبمنفذ توصيل بي سي اي اكس بريس فور عشان يقدم لك سرعة رهيبة في تحميل البرامج والملفات وده كله بيجي معرامات 32 جيجا بايت يعني حرفيا المواصفات كلها هنا فلاك شب ليفل اللابتوب كمان مودمك فيه وحدة معالجة عصبية قوية جدا أو MPU وقدرة معالجة بتوصل لـ 48 تيرا فلوبس وده بتخلي الجهاز قادر انه يتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي محليا وركزلي هنا على محليا يعني الجهاز حرفيا مش محتاج أي كلاود خارج يعني كل بياناتك هتبقى على الجهاز نفسه وطبعا اللابتوب زي ما قلنا من سلسلة الكوبايلوت بلاس بي سي واللي كان عامل ضجة كبيرة في الفترة اللي فاتت بسبب الخصوصية لكن الجهاز ده بفضل وحدة المعالجة العصبية بينفس كل حاجة لوكل أو محلية من غير ما يودي أي داتا للكلاود وده طبعا علشان يضملك خصوصية بياناتك وانت بتشتغل على اللابتوب كمان اللابتوب ده فيه تقنية متقدمة جدا من ناحية الأمان وده من خلال نظام Microsoft Bluetooth وده عبارة عن شريحة أو شيب موجودة داخل البروسيسور نفسه مسؤولة عن نظام اللوك بتاع اللابتوب سوى بقى كان البن أو الفيس اي دي وطبعا بتقدر بكل سهولة تربطها بأكاونتات Microsoft الخاصة بك على ويندوز وإيسوس برضو حطت هنا فتشر أمان حلوة أو بالذكاء الاصطناعي وهي الادابتف لوك والفتشر دي ببساطة بيتخلي اللابتوب يحس بوجودك وده معناه ان الجهاز هيعمل لوك في أي وقت ما تكونش فيه موجود حواليه وطبعا الفتشر دي مهمة جدا لو انت واخد اللابتوب بتاعك في مكان عام أو في مكان شغل فبصراحة شابول إيسوس على الحتة دي نرجع بقى تاني للكوبايلوت وزي ما انت شايف كده في هنا زرار مخصوص للكوبايلوت الزرار ده بيخليك تفتح كوبايلوت على طول وتبدأ تتكلم معه في أي حاجة انت عايزها والكوبايلوت هنا مختلف عن أي جهاز تاني لانه بيقدم امكانيات كتير متقدمة بسبب الـ MPU اللي موجود في المعالج زي مثلا انه ممكن يقلل الضوضاء وانت في أي ميتنج وكمان بيقدم مؤثرات فيديو زكية للـ Online Meetings زي تصحيح النظرات يعني لو انت مش بصص مباشرة للكاميرا زي ما انا عامل كده دلوقتي كوبايلوت هنا بيخلي اللي شايفك شايف انك بصص للكاميرا ده غير كمان تتبع الحركة علشان تفضل ثابت قدام الكاميرا حتى لو بتتحربك وفيه هنا كمان ميزة قوية جدا وهي الترجمة الحية سواء في المكالمات أو الفيديوهات وكل ده طبعا بجانب مميزات كتير اللي بيقدمها لك الزكاية الاصطناعي في معالجة الصور والفيديوهات والكتابة وما إلى ذلك وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي كاميرا AI Sense بدقة Full HD تعتمد في التصوير على تقنيات الزكاية الاصطناعي وهتقدر تقدم صورة واضحة بتفاصيل الوش بشكل كواس جدا حتى لو لداء ما كانتش متزبطة قوي وكمان بتدعم الفيس اي دي من خلال تقنية Hello Windows Infra Red ده غير كمان تكنية Adaptive Dimming اللي بتشتغل بالزكاية الاصطناعي عن طريق كاميرا ودي بقى هدفها ان هتحدد اذا كنت باصص على الشاشة ولا لأ علشان تقلق بشكل كبير لو انت مش بتبص على الشاشة وده طبعا علشان اللابتوب يديك اعلى درجة من درجات الخصوصية أما الميكروفونات بقى فهي نفس الكلام بتدعم تكنيات الزكاية الاصطناعي والميكات كمان الصوت فيها واضح قوي يعني زي ما انتم سامعين كده بالزبط وبتقدم مميزات زي عزل الضوضاء وتنقية الصوت واللابتوب بيجي مع اربع سماعات من شركة هارمن كاردن مع دعم تكنية Dolby Atoms والمنظومة دي بتحقق تجربة صوتية ممتازة لو هتتفرج على افلام لان حرفيا هتحس انك جوه الفلم حاجة مهمة كمان هنا وهي المنافذ والتواصلات اللابتوب ده في تشكيلة حلوة او من المنافذ مقارنة بالاجيال اللي فاتت يعني مثلا عندك منفذ واحد USB A 3.2 واثنين Thunderbolt 4 واللي بتقدم سرعات ناقل ضخمة جدا واللي بيخليها مناسبة للشاشات 4K ده غير كمان منفذ HDMI 2.1 وجاك الصوت اللي بيخليك توصل اي سماعة او هتفون ونيجي بقى الاخر حاجة في حلقتنا واهم حاجة وهي السعر اللابتوب ده بيجي بسعر 1199 دولار وانا شايف واستقل بصراحة خاصة انه داخل ضمن برنامج دامان بالكامل وده برنامج دامان بتقدم اسس وبيغطي مختلف الاعطال والتلافيات اللي ممكن تحصل للابتوب حتى لو كانت بسببك لقدر الله يعني ده غير كمان ان الاستلام والتوصيل هيكون مجاني كده انا خلصت قول لي تحت في الكومنتس اذا كان ممكن تشتري اللابتوب ده ولا لأ وما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد